وإلى الجولة التي قام بها حاكم إقليم إنيدي الغربي لعدد من المراكز الإدارية تهدف الجولة إلى تقارب وشهة النظر مع المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليدين عن الأوضاع المتعلقة بالمنطقة روضة صالح بهدف حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم جاءت زيارة حاكم إقليم إنيدي الغرب مرناجين بايسيني بايك كاروبا إلى كل من مركز إداري وينغى كبير ومركز إداري قروب وعلى هذا الأساس تحدث رئيس مركز إداري وينغى كبير عن الدوريات التي تقوم بها قوات الأمن والدفاع في المنطقة وذلك للحد من المحاولات التي تسعى إلى اختراق الأمن الداخلي من جانبه حاكم إقليم إنيدي الغرب فقد أشاد بالجهود التي تبدلها السلطات الإدارية والأمنية وذلك بتنفيذ المهام الموكلة إليها وأخطرهم بإغلاق الحدود مع دولة ليبيا وذلك بسبب التحديدات الأمنية التي تواجهها البلاد أما المحطة الثانية لحاكم إقليم إنيدي الغرب فقد كانت في مركز إداري قروب حيث قدم كلمة تحدث فيها عن الدور الفعال الذي تلعبه القوات الجادية في حفظ السلام واستدباب الأمن في البلاد وعلى وجه الخصوص مركز إداري قروب مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين كافة ووعد بالتزام الحكومة على تنفيذ المشاريع الحيوية الخاصة بتوفير المياه الصالحة للشرب والجدير بالذكر فقد قام الحاكم والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لبعض المدارس للإطلاع على سير العملية التربوية شكرا